السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واختلت لكم هذه صورة حديقة الحمى جاردان ديسي جاردان ديسي مع البوغنفيلية هذا الكتب فيه هذا النخل هذا النخل منيوموم عنده 140 سنة يحب يقول من النهار تبنى جاردان ديسي وفيه جاردان ديسي هدايا حديقة الحمى فيه 3000 نوعية عن نباتات على أي طوله AC يحب يقول مكتابات عن نباتات والدنيا حاجة عروعة 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 وفي الصيف بزمان الصيف هنا داخل جاردان ديسي التمبيراتور تكون تغيير على بار اكزابر روحوا للقبة ولا روحوا للحراش ولا روحوا البابلوات تكون نصيبوا 1 دي فرانستا 8-9 درجات لأنها هذا الاشجر وهدا النباتات وهدا المياه لكي ينوقع تخلق مناخ خاص لهدا المنطقات هذا الشردان ديسي العاصمة باب 19-20 حيث يخب تاب البالا وابن عباس 29-30 بتندوف بشر 29-30 29 كدليك في منطقة اضرار 33 في حينصالح وتميمون وتنالكوك وورقلة 30 هي والواد وتقورت جانت 22 بعد الغيوم وعلى اقصى الجنوب شوية سمم غيما مع بعض الزواب عربية مشوفوا الوضعية كيفاش رحاتفولي خلال الظاهرة خلال الظاهرة هاي لواشن يحمل حال شوية خاصة على المناطق الغربية كما غيريزا السيق بوحنيفية بولاية معسكر تقدر تلحق 43 البيض 38 هي والجلفة وحاسي بحبح وايضا بوكزول في منطقة بيسكراطولغا 44-45 درجة 46 بيتندوف 47 ببني عباس 43 بيبشار 47-48 درجة على كل مناطق الصحراء الوسطى وكين شرية جوية خاصة لهذه المنطقة السحراء الوسطى وأيضا الواحات وشمال والتي طمارست في ماء راك 39 بيطام راست و42 على أقصى الجنوب مع احتمال أمطار راعدية على أقصى الجنوب خاصة على منطقة عين مقلعين قزام بورج ماجي مختار تيميا وينتين زواطين عين أزواء وبيبي أم بورج ماجي مختار جزر الملاحة والصيد البحري البحار عين جنرال شوية نايد خاصة على السواحل الشرقية لأنها قوة الريح واحد للعشرين كيلومات الساعة الإشارة تكون ما بين بورتوقاليا وخدرصا ذيبوكي باش المضرب اللي طرحوا له أما على السواحل ما بين منطقة التنس الدلس مورون بيتي بازاهنا كذلك شوية نايد لأنها قوة الريح يلحك حتى 30 كيلومات الساعة وعلى غرب البلاد حتى منطقة مرس بن مهيدي 25 كيلومات الساعة فيما يخص لاتجاهات شمالي شرقي شرقي شمالي شرقي في اللارج ما بين الكوستا برافا وكوستا دلسول والجزر الباليار كذلك البحارش باب 20 كيلومات الساعة لاتجاه تعريح يكون جنوبي شرقي أما ما بين جزر الباليار وجزير سردينا 30 كيلومات الساعة لاتجاه تعريح هنا يكون شمالي غربي فيما يخص حررت المية على الساعة الجزائرية ما بين 25 في بعض الحين حتى 26 درجة مئوية الرؤية تكون هائلة من 4 إلى 8 أميال بحرية أما الإشاعات السمشية طالعة خاصة على الساعة الغربية وأيضاً الوسطى وتكون إن شاء الله ما بين 8 إلى 9 على 10 هويس الماكسيموم الله ليه قدري يفهيتي باشيدي وليداته ما بين العشرة والربعة على الشيء غير يفهيتي لأنها لتموين تكون إقاوة لأخلي بهذا نختمو المسر الجوية بالمعلومات الفلاكية وهذا المنظر الجميل تحديقة التجارب بالحمى جردن دي سي لهذا التولاتات 30 شوية 2019 شرق وغرب السمش على الجزائر العاصمة وضوحها والعناوين الإلكترونية هذي في خدمتكم ببقى لغرقوا لكم ربي دوم غوستكم ويا من عايش ترجمة نانسي قنقر